كل الستات وكل البرات اللي بتعمل رجيم او عايزة تخس بتقابل المشكلة دي مين هيحللنا المشكلة دي وعد وعد عيد المنوران النهاردة يا وعد يا وعد زيك يا وعد بس يا وعد كلنا كلنا بنجرب نخس كلنا كلنا نلاقي الواحدة فينا كده يا أختي بتعمل الرجيم ومشي على الورقة اللي هي بتطبع دي لنا كلنا صح أسبوع اتنين تلاتة الميزان زي ما بيكون بيجمل يا حبيبي بنحط في الفريزر كده جمل الوزن بقى ما يرضاش ينزل أبدا خلاص أعمل رجيم تاني ما عايش عارفة ايه أعمل ايه مشكلة مشكلة كومن جدا زي ما انت بتقول ايه كل الناس ايه بصي اول سبب كلنا كلنا رفيعين صغيرين فيها ستقول لك اسلساني أصلا عشان عملت ده كلنا لازم يحصل كده حالو أقول السبب ان ده زي ايه حاجة في الدنيا عمرها ما بتبقى خط مستقيم يعني عمري ما كل يوم هتحسن وكل اسبوع هتحسن زي ايه حاجة في الدنيا طبيعي جدا يحصل فيها فترات ثبات حتى لو انا مشي صح طبيعي طب ازاي اكثر ثبات الوزن ما انا هقولك على الاسباب التانية ولكم احنا ممكن نكسر بس انا عايز اقولك انه مش شرط يكون قرر لان خلي بالك في ناس كتير قوي قرر ما تلاقي الميزان ثبت اسبوع ركي بقى مرحب غلط يبقى غير الدايت يبقى غير الدكتور لا خالص وارد جدا ضي يحصل طيب من اهم اسباب ان الميزان يثبت ان انا بقى عندي فاسر الفاتح يبقى عندي دهون على الاحشاء مش بس الدهون اللي انا شايفه يعني بقى عندي دهون مستخبية جسمي محتاجة اعرفة الكبد الدهني عندي دهون على الكبد مسا الدهون دي جسمي مش هيسبه انا بدأت بقى اعمل طايت بدأت وصوم بدأت اعمل حاجات صح هتنزل لو هي اللي بتنزل المزان مش هتحرك خالص ولا المقسات بس مش كتير ما تخضيش امي في الاخر هتحرك بس لبتلاقي فيه فترة كده فعلا فيش اي حاجة بتحصد اعرفي انها غالبا غالبا فاسر الفاتح اللي هي لدون الاحشاء دون الاحشاء بالضبط جوه بقى انا مش شايفها وانا شايف المزان ما بيتحركش فبتدي تخيل اني بقى من حاجة غلط بس انا بقى من حاجة صح جدا بقى من حاجة لازم اعملها ما عنديش اختيار اصلا ما عملهاش بالعكس ده انا كده بقى من حاجة تحف بس انا مش شايف اي نتيجة بعد بقى ما تنزل هبتدي خس ولا المزان بينزل وكل حاجة تمام يعني انا بخس الجوه بالضبط انا دايما بقول كده بخس الجوه المهم ان الناس بخس بالضبط بس انا مش عارف همسكها هفتكر ان ما فيش حاجة بتحصل وفيه حاجة بتحصل ده سبب منتشر جدا 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 ويتعرفي انه بيحصل لو لقيت نفسك لمزان ولا مقسات ده انا اول مرة في حياتي اسمع المعلومة دي بقى تصدقي دي حاجة منتشرة جدا ده اول سبب حالو نستنى دي مش محتاجة تعملي احاجة لانكتستان يعني كميلي في الانتي بتعملي بليز ما تشكيش في نفسك خالص يعبتديش بقول لا اي بقى انا بعمل حاجة غلط بيبقى الدايت بتاعي واحد خالص بس كميلي شوية شوية هينزله تلاقي الميزان والمقاسات بينزل ماشي تمام ايه تاني ممكن يكون سبب ان حد وزنه وبينزلش لو حد بيعمل دايت طول حياته عارفوا الناس بتقول لك انا عشتي كلها في الدايت تعملوا انا قد كده انا بعمل دايت بيحصل لهم حاجة سمعني تباليك ادابتيشن تباليك ادابتيشن انا جسمي تأقلم على قلة الاكل فبقى خلاص بقى انا قاعد بقلل وهو بالنسبانه عادي متقلل ايه حياتي مقلل ايه دي برضو حاجة منتشرة عارفة كمان اكتر ناس بيحصل لها نحاسة وجايتك قاعدة اه لمست معاكي جب دي عارفة اكتر ناس بتحصل لهم مين اللي بيعملوا الدايت الكيميكال والحاجة نش عارفة دايت البطيخ دايت الطمر باللبا نعم الحمد للبا الوحشين قوي اه نزلك بسرعة نزلك ميا بس هجبلك متاباليك ادابتيشن الحرق بتاعك هيبطق مش هيقص هيبطق طيب دي حلقة ايه صيام ايه صيام قد ايه قد ايه الصيام الطبيعي او نسوم بس شوية بس نسوم يعني منعملش دايت مهما كان حالو مهما كان كويس من غير صيام من غير صيام بتابالك ادابتيشن مش هيتعالك ويفطروا على ايه انا افطر على اكل ما يكونش يعني مليان نشويات ما يكونش مليان سكريات اكل كويس هاي بروتين فيه بروتين كويس بس انا الاهم بالنسبالي في الحالة دي لو حد مسلا سمعني دلوقتي بيقول اه دا فعلا انا الشخص دا انا اللي كنت بعمل دايت البطيخ انا اللي كنت بعمل دايت الطمر باللبن والحاجات دي كلها فعلا حرقي بطئ اهم حاجة الصيام اهم حاجة لنا باكل ايه لان احنا عندنا دلوقتي افدنس عندنا دانين ونصيام بيعلي هرمونات معينة زي النور ابنفرن هتساعدني ان الحرق بتاع يرجع ايه على تاني فجسمي يبقى شغال معايا اصلا انا قاعد بازوق وجسمي مش معايا جسمي حرق وبطء فانا لازم اعالك دا بدل ما بابعن مجبوط على الفاضي طيب عد ايه ابدأ بقال حاجة وابتدي ازود مع الوقت يعني يومين مثلا الاول وبعدين تات يوم وربع او الا انت عايزة ايه اقصدي مثلا ابدأي بعدد ساعات قليلة تقداري عليه كل شوية حاولي تزوقي شوية تزوقي شوية كده حد ما بتدي بقى بعرفة صوم مثلا 16 ساعة دا توحف ماشي احنا رمضان خلاص اه احسن وقت تبدأي فيه سيوم بعد رمضان اصلا متعودة جده طيب ايه تاني ايه تاني لو انا باكر طول الوقت يعرفها الناس اللي بتيبقى بتاكل أكل دايت بس طول الوقت بتاكل يعني اصلا دا مسكوت دايت اصلا دا مش عارفة ايه دايت اصلا دا خيار اصلا دا طماطم اصلا دا بيد اصل دا مكاسة بس طول الوقت بتاكل لو أنا طول الوقت باكل أنا جسمي بيحرقش دون خالص حتى لو خسيت هتلاقي بخسه بطني قاعدة بخسه جنابي الحياة اللي بدأياني قاعدة لو أنا طول الوقت باكل أنا جسمي مش هيحرق دون يحصل إيه بقى نعمليه نبطل أكل شوية يعني فترة في اليوم نبطل نقنقه نشوف الحاجات اللي احنا بناكلها في النص نحطها مع الوجبة دي حاجة برضو منتشرة جدا إن في ناس بتتخير إن المجرن ده أكل دايت اى فهمت اي二ان細 اي داني لو أنا باكل نشويات كتير ماكرونا وروز وعايش او معظم الناس اللي بتحاول تقلل سعراتها بتقلل نشويات بتقلل القصدي دهون فتلاقي بتاكل نشويات كتير يعني دهون فيها سعرات أكتر فهي الدهون دي في السمنة والزيت وكده السمنة والزيت فيه شوية دهون في المكسرات فيه شوية دهون بقى بيد فيه شوية دهون في اللحمة اى فتقلل في دول وانتي عايزاهم؟ انا عايزاهم يقلل النشا ماكرونا ورز وماشي وعيش او ممكن اتخل عادي يبقى انا محتاج اقلل الحاجة التانية ده برضو حاجة منتشرة جدا في حاجة تانية؟ في حاجة تانية احنا قلنا ايه دول اهم حاجات او دول اكتر حاجات منتشرين اه ممكن ان يبقى حاجة عندهم يكون بإنسولين ساعتها فعلا مش هيخص يعني هيقعد فترة المزامش بيتحرك بس دولا هتلاقي مأساتهم بتتحسن المأسات طيب هل قلة شرب المية ليه علاقة بسببات الوزن؟ ايه ممكن لو حدا ميشربش خالص بس في ناس بتشرب تقول لا لو شربت ثلاثة لتر يا خصة اكتر معناش اي دليل على الكلام ده حد النهاردة احليفي ازاي يعني ده انا انا قضية وقت تطويل هناك بسبب المية لو ما بتشربيش اصلا فيها ما بتشربش خالص وبدأتي تشربي هتخس او هتحسي بتحسن حتى في صحتك ومبشرتك في كل حي لما بشرب كويس لكن لو انا ما بشربش مية خالص عدم شرب المية ما بيسببش الوزن؟ ما بيسببش خالص ممكن ممكن يسبب حاجات كتير او ممكن يوقف حاجات كتير ده مش صح لانا انا نشرب حلو في اسبق طب تشرب 3 لترو 4 لترو 5 لترو ايوه لا انا بجيه على الجرحة لا النوم هل النوم من اسباب عدم السهر والاكل قبل النوم قولي بقى تفضلي تكلمي كده قولي 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 دايما بقولي يا جبال الاكل قبل النوم بيتخن فعلا مش خراف بيتخن قبل اننا بيطلع لينا هرمون I meratonim هرمون النوم ده كأنه بيقولي لجسمك خلاص لان احنا الانسان المفروض ينم بالليل لان احنا ربنا خلقنا على كده كأنه بيقوله علي جسمنا بيقول مركزنا بيقول لي بقية الجسم خلاص بقيل ده بالنام بص اروح انا واكل واكل ماء بيرجر素 واكل فطيرة واكل شك live هتعد هتعد احنا عندنا قاعدة بنقول ان احنا بنجت مور إنسولن رزوستنة يعني كلما يجي ناحية البالليل جسمي قدرته على انه يتعامل مع الاكل بتقل ولو انا بقى دبتها واحنا كلنا جربنا ده يعتقدش ما فيش حد فينا مجربش مثلا في الامتحانات حتى لو وجبة واحدة بس بالمواطن بيأكلها بالليل لو يكلش طول اليوم يكلش بالليل دي ممكن يخس بس احنا منتكلمش عالناس العاديين اللي هما بفتروا يتغدوا 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 ويتعشا ويتعشا وبعدين يفتح التلاجة بالليل ياخد التلاجة في حضنه دي طبعا بتتخن وطبعا ممكن تثبت الوزن ولو حادي ما بينامش أصلا ده ممكن تثبت الوزن طبعا يعني عدم النوم أو النوم بدل ولا ممكن ينام 8 ساعات بس ينامها من ساعة 3 الصبح مثلا لساعة 2 مثلا اليوم الثاني عارفة الناس بساعة بشغلهم يكون حد ما عايد شغله مثلا في يوم يبقى مقلوب دراسات بقى كتير جدا 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 ان الناس دي عرضة أكتر بكتير قوي لسكر عرضة أكتر بكتير قوي لأمراض القلب ان هم محتاجين يركزوا في أكلهم وفي تمرينهم وكده أكتر من الناس العادية بكتير لأنه عنده عامل كبير قوي مش موجود بصي احنا جسمنا معمول على ان احنا ننبليه قولا واحدة طيب احنا نفضل لنا سؤالين سؤالين كده يعني ايه فهمها يعني كده خوبسة كده ايه الحاجات اللي بتخلي الميزان ثابت وايه الحاجات اللي ايه نعملها علشان الميزان يتحرق طيب ايه الحاجات بقى اللي تساعد على الحرق يعني اعمل ريجيم بقى ويبان علي كده النب кош نعمال عمسون بالtrad rupees بالتقليم احنا كل الحاجات اللي انا قلت هالك اللي بتكسر السبات دي لو عملناها الحرق بتاعنا هي زيت يوم الحاجات تانية وہا ممكن نعملها زواجة الحرق ايوة اه لو تمشينا بعد الأكل attentف divers يا شيخ محان تكسر السبات محان تكسر سوان وبتبقى ريخ مآوى التمشي Andy عايزين نعود بعد نتحط بعد الأكل؟ تمشي قد إيه أربع ساعة تمشي ومش لازم خالص أقوم بقى أولبس الجزمة بتاعت التمرين وانزل واتمق خالص خالص وأنا قاعد حتى في البيت عارفة أوليك في حوالي الصفر والله العظيم لو شغلتي قونيتين خلص ولو شغلتي فيديو عشر دقيقة خلص دي بقى إحنا عندنا أفتانس إنها بتساعد في إنها تقلل سكر الدم بتساعد في إنها تخص وبتكسر السبيت وحاجة أي حد ممكن يعمله وسهلة جدا مش بتاخد وقت خالص هل فكرت إن واحدة تقوم ترقص زومبا بومبا بلدي؟ أي كان نوع الرأس ده؟ يعني يريبليس أو يتحط في مكان المشي اللي انت بتقولي عليه؟ مش تعرفت مكاعدة الأكل أطب ليه؟ لأ الدليل بتاعنا هلمشي بعد لك لك رأيس ترقص في أي وقت تاني في اليوم ماشي براعد لكن ما ترقص بعد الأكل لا طبعا ليه؟ هترجع غالبا يعني مش هترجع لا الأفدنس بتاعنا على المشي بعد الأكل مش التمرين بعد الأكل يعني الدليل قالوله اللي هو في المشي المشي لكن الرأس لا الرأس ده تمرين يعني مش بنقولش بعد ما تكريل روح الجيم لا 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 هم قول ماشي المشي ما يعتبرش تمرين خالص نشاط هتمشي بس بالراحة لكن مش هقوم اتمرر مثلا بعد الأكل لا خالص طيب سؤال الأخير يا وقت هل السن الفئة العمرية بتختلف في فكرة ثبات الوزن على الميزان يعني لو النهاردة اتنين بيعملوا الجيم بنوت عندها عشرين سنة والسيدة عندها ستين سنة هل هم اتنين معدل حرق حيبه هو هو أو هيثبته هم هم أو يتحر الحاجات هي هاي؟ شكرا والله انك سألت السؤال قد تأخيري كلنا ايه؟ غالية وبنت وصول بس يا حياة لكن عندي واحدة كتت مثلا حاجة وثلاثين طيب وبنتها كتت حاجة وستين تقول لي ما هو بتخصها سرع منه حكي ليه بقى زي ما هو بتخصها سرع منه في عوامل كتير قوي بتخلينا أنا أخص بسرعة قدية وأنت تخصي بسرعة قدية منهم السن بس لو حد مثلا عنده ستين سنة وطول حياته بيعمل ضايت وعمره أو طول حياته بيتمره وبيعمل ضايت وعنده قطل عضلية حد عنده عشرين سنة وعمره ما عمل ضايت وأكله كله غلطه طول النهار قاعد الكبير هيخص أسرع من السؤال والله يا العظيم هيخص أسرع من السؤال سن عامل بس مش العامل الأساسي عمر وبيكون العامل الأساسي لكن لو جبنا مثلا نفس الشخص نفس الشخص وكان بيتمره نفس التمرين وبياكل نفس الأكل وهو عنده عشرين سنة هيبقى بيخص أسرع منه عنده ستين سنة طبعا وده ما فيهاش فعلا لما بنكبر فسيوروجيتنا بتتغيب لكن ده مش معناه أنه لمجرد اني كبرت هتخ يعني معدل حق عند الست اللي عندها ستين سنة ممكن يبقى أكتر من اللي عندها عشرين سنة لو اللي عندها ستين سنة مخلاب لها من أكلها والل عندها عشرين سنة طول النهار بيتأكل عندها والل عندها ستين سنة بتتمرن والل عندها عشرين سنة عمرها مع نزلة الجيم وانا تعرف تمرين طبعا وده هتخص أسرع من ذي وتبقى صحيتها حسن من ذي وممكن ساعتها يبقى اللي عندها عشرين سنة عندها سكر ومكومة انسورية ومتعرفش أصل والل عندها ستين سنة من بقى شانته هاي يبقى الموضوع مش بالعمر بالصحة بالزابط ايه اللا زازة زي والله بالزابط والله بالزابط حسنا وعد عايدة قالت لنا كل الحاجات اللي بتخلي بتخلينا عطلانين على الميزان يعني زي ما بقولوا بالبلد دي كده لو سمحتي من فضلك سمعي كلمتين دول كده وشوفي الحاجات اللي انت بتعمليهم أو العادات الغلط أو أي مكان وعملي عكسهم زي ما وعد قالت وهي قالت في بداية الكلام ودت لنا أمل كستات وكبنات الحمد لله رب العالمين حضرتك لو ما بتخسيش على الميزان اعرف انت بتخسي الجوه فخلي عندك أمل قديني بخسي برضو انا مش لمسة ومش شايفة بس بخسي الجوه فخسي الجوه بعدين اخسي البره فيش حاجة يا جماعة صحي جدا مشاهدات يا عزيزات وبراتي يا الحبيبات فواصل قضية جدا بنرجع عليكم من هي وبس